اليوم لما يلتقي أي حدا بأي مكان أول شي بيسألوني شو وضع الاقتصاد شو اللي يصاير بالعالم هناك الكثير من التحديات أمام العالم ويمكن ما حدث بالعالم من وقت كورونا حتى اليوم لم يكن له مثيل يعني إذا شلت الـ 2008 وإذا شلت الـ Great Depression شو أهم التحديات اليوم اللي واجهها العالم اقتصاديا؟ شوفوا العام 2024 من بدايته كان يبشر بتقلبات وبأحداث سرعة الأشياء اللي كانت بتصير فيها بالإضافة إلى ما قلت عليه من أيام الكورونا وإحنا جئين أكتر شي اللي بعتقد أنا طبعاً عندك التوترات الجي سياسية هذه في تصاعد مستمر خلال السنتين ثلاثة الماضين ولا تظهر بشائر على أنه إحنا سنمر بمرحلة هدوء وأنا أعتقد أنه مرتبط بالنقطة الثانية لأنه العالم هم بتحول من أنه كنا نتحدث عن العالم في العام 2000 و2010 و200 لأن نتحدث عن العالم القطبي اللي هو Polar Polarization حتى البعض هم بيقول أنه نحن بنعود إلى عملية حدود الحرب الباردة يصير عندنا القطب هلأ القطب الأقطابي اللي هو أمريكا وأوروبا معروف العالم الغربي ولكن الطرف الثاني هو معروف هو ممكن الصين وروسيا ولا يزال يتمحور وهذه القوى ليست وننتحدث هنا عن قوى سياسية نتحدث عن قوى اقتصادية لأن اليوم الصين صارت الاقتصاد الثاني على العالم وربما في التصنيع ربما هي حتى بالأول في صناعات معينة وبالتالي اليوم صرنا نتحدث عن موضوع البريكس كتكتل أصبح جديد هذا ما كان موجود هذا التكتل ليس تكتل سياسي غير هذا التكتل الاقتصادي في عملة عم تيجي اليوم الجديد اليوم ربما بدأنا نتحدث عن أن الدولار قد لا يظل هو العملة الوحيدة لإحتياط في العالم قد يكون هناك من يشارك هذلك وإن كان على فترات أطول والشي اللي أعتقد اليوم النسب النمو اللي عم بتصير بالعالم في الدول يعني إن ألبت الآية أنا برأي الدول المتقدمة صار فيها في بدأ النمو لكن النمو طفيف نحكي يعني عم بنبسطه بإنجلترا أنه عندهم نسبة النمو الجي دي بي طلعت 0.7 ولا 0.3 بينما عندك تيجي بتتطلع أنت في دول خليج هون عم نتحد أبو ظبي مثلا طلعت أن القطاع غير النفطي في عندك نمو بحدود 7% خلال الربع الثاني من العام الماضي توقعات أن يكون ربما هذا أيضا 7% نمو للقطاع غير النفطي في العام 2024 الرغم كل التحديات التي نراها طيب أنا بما أنه ذكرنا موضوع التحديات وإنت أول شي بتدأت فيه كلامك هو المشاكل الجيوسياسية والحروب اليوم نحن عنا ثمن تدفع المنطقة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهناك دراسات أظهرت حجم الخسائر إن كان بموضوع الاستثمارات والاقتصادات يعني قد تخسر الاقتصادات من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بسبب هذا الصراع وعدم موجود سلام نحن عم ننمو يعني بالمنطقة الخليج لأ شوف أرقام النمو اللي عم نشوفها ماذا كان سيحدث لو كان فيه سلام بالضبط هذه النقطة اللي أعتقد بالإنجليز هي كلفة الفرصة الضائعة علينا اليوم إحنا اليوم في مرحلة عندنا أسعار بترول فوق 80 دولار في عندنا خطط طموية اليوم لخطط الحكومات عم بتكون 20 و30 و20 و50 عم بحضره عم نحكي على عمليات ليست فقط في قطاعات السابقة اللي هي قطاع النفط أو البتروكيمويات نتحدث عن الذكاء الاصطناعي نتحدث عن قطاعات أخرى وبالتالي إحنا اليوم هو في العالم هون الانجين أوف جروث يعني صار أنت عندك محرك النمو عم بيجي من هون لو سمحولنا أنه ننمو بالقدر اللي إحنا موجودين فيه بس في طرف تاني عم بستفيد يعني قطاع الصناعات الثقيلة والصناعات العسكرية اليوم أنا برأيي هو أحد أسباب أنه ليش الاقتصاد الأمريكي ما مر بالكساد عملية النمو اللي عم بنمو فيها قاعد الجي دي بي نمو ناتج المحلي في الربع الرابع من العام الماضي لأمريكا كان 4% الربع الأول كانوا بيحكوا أول شهرين كانوا بيحكوا على 4% هذا أعلى من المعدلات المتوقعة بالنسبة لهم هذا وين عم بيجي؟ عم بيجي من في وقت كان بيحتحدثوا على طباطه بالاقتصاد هذا اللي موقف مثلا الفيدرال الأمريكي أنه يقوم بعمليات تخفيض الفائد اللي كان الكل بتحدث عن ستقب بداية العام هلأ بنحكي على واحدة يمكن ومستحيين عشان في عندنا انتخابات أمريكية وهذه النقطة الثالثة ربما الانتخابات الأمريكية اليوم ما تكون دولة زي أمريكا عندها انتخابات لأول مرة أنا أعتقد البدائل الموجودة هي ليست الأفضل للعالم لا يوجد أنه ولو إيجا طرف حيغير النمط اللي إحنا ماشيين عليه إلى نمط آخر نحتاج إلى قوة رئيسية تعود بعملية السلام إنهاء هذه الضغوط الموجودة لأنه إحنا اليوم نتأثر سلبا بينما هم في الطرف الثاني يستفيدوا من هذا الموضوع اليوم أصبحت أمريكا أكبر دولة منتجة للنفط بعد ما كانت هي تستورز والغاز وليش هذا صار كله لأنه صارت عملية أوكرانيا وروسيا فلذلك أنا أعتقدك اقتصادات في المنطقة النقطة تحسب لحكومات الدول برأي رئيسي إنه تستطيع أن تحقق هذا النمو في ظل ما نرى من هذه المصاعب الموجودة وعلى هذه النوت أنا سأنهي المؤسس والرئيس تنفيذي في شركة أراك الاستشارات والاستثمارات المالية لشهد محمد علي يسين أبدا ما بيخلص يعني دائما الوقت بيخلص وأنا ما بيخلص كلامي معك شكرا جزيلا لإغناء حلقة بزنس معلومنا اليوم شكرا جزيلا لك